السلام عليكم وشوكم طلاب قبل اسبوع لزلة التربية قرار ألا وهوه لا يسمح للطالب من مواليد أقل من 2006 بالدوام الصباحي للدراسة المتوسطة يعني طالب مواليدة 2006 فما فوق يداوم بالمدارس الصباحية 2006 فما دون لا يداوم في الصف الأول المتوسط أجه واحد من الطلاب مواليدة 2004 ويريد يسجل بالأول المتوسط راح للمدير قال لا ما تنقبل هنا لازم تروح علما للمسائي شرح لغروفه قال لا أنا حالتي ما تساعد أو المدرسة بعيدة عندي فتشي العصر المدير يسوالك قال لا تروح للتربية تجيب استثناء تجيب شنو استثناء مش للتربية شرح لهم القضية تعاطفوا وياه الطوك كتاب استثناء هذا الاستثناء الكتاب يعتبر أداة أداة استثناء يعني شنو استثناء جاب الكتاب الطالي للمدير قرار التربية كل ما يشمله فقط هو الذي خارج عن القرار وباقي الطلاب كلهم يشملهم فقط هو لأنه جاب أداة استثناء وهو كتاب الاستثناء خرج من حكم الطلاب الباقين والطلاب الباقين يشملهم القرار هو ما يشمل القرار هذا موضوع الاستثناء موضوع الاستثناء موضوع مركز يراد لفقط شوية تركيز ومراجعة للمعلومات الاستثناء لازم نعرف شنو تعريف الاستثناء ما هي أقسام الاستثناء ما هي أدوات الاستثناء ما هي أركان الجملة الاستثنائية وكيف نعرف المستثناء سواء كانوا مستثناء بإلا غير سوا خلاعدة حاشة نجيب البداية نعرف الاستثناء خطوة بخطوة إن شاء الله نصل إلى محاضرة تنفع الطلاب في الامتحان الاستثناء يعرفونه في اللغة العربية هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها يعني ما قبلها عليها حكم ما بعدها ليس ينطبق عليها هذا الحكم مثلا إذا قلت جاء الطلاب إلا عليا جاء الطلاب إلا عليا المجيء حصل للطلاب جميعهم حصل للطلاب جميعهم إلا علي فإنه لم يجي فإن علي لم يحصل لديه المجيء أخرجنا علي من حكم الطلاب الطلاب جاءوا لكن علي لم يجي إخراج ما بعد الأداة من حكم ما قبل الأداة جملة الاستثناء تتكون من ثلاثة أركان الركن الأول وهو الذي يسمى المستثناء منه أريد عرف ما هو المستثناء منه؟ المستثناء منه هو الجزء الأكبر ويكون قبل إداة الاستثناء غالباً على الأغلب يكون قبل إداة الاستثناء وهو الجزء الأكبر لو تلاحظ من الأكثر الطلاب أم علي طبعا بطبيعة الحال الطلاب أكثر من علي بطبيعة الحال لأن شنو هنا الطلاب مجموعة أو علي واحد وهو الجزء الأكبر هذا شي سمونه مستثنى منه هو المجموعة الأكبر الذي استخرجنا من عده المجموعة الأصغر وهو المستثنى وهنا علي ويكون قبل أداة الاستثناء غالبا هاي أداة الاستثناء وين قبلها الطلاب أذن هنا هذا المستثنى منه زيان هذا المستثنى منه شجينه؟ يجينه إما أن يكون اسما أو ضميرا لو يأتي اسما لو يأتي ضمير اسم يقصد به الاسم الظاهر والضمير يقصد به الضمير المتصل أو المنفصل ولا يكون فعلا لا يكون فعلا نهائيا لا يأتي المستثنى به فعلا نهائيا لا تلاحظ؟ ويمكن حذفه إذن يكون اسما أو ضميرا ولا يكون فعلا ويمكن حذفه أقدر أحذفه أنا أقدر أقول ما جاء إلا علي وتستقيم الجملة الركن الثاني وهو أداة الاستثنى أداة الاستثنى يقسمونهم طلاب إلى ثلاث أقسام وهي عندنا حروف تفيد الاستثنى عندنا أفعال تفيد الاستثنى أو عندنا أسماء تفيد الاستثنى هي أدوات تتوسط بين المستثنى والمستثنى منه وهذا المستثنى منه وهذا المستثنى هاي الأدات تتوسط بين المستثنى منه والمستثنى هذه يسمونها أداة الاستثنى لحظ أدوات الاستثنى يتقسمن إلى حرف الاستثنى وهو إلا فقط إلا حرف يفيد الاستثنى إلا حرف يفيد الاستثناء النوع الثاني من الأدوات وهو اسم الاستثناء اسم الاستثناء عندنا غير أو سوى هذن أسماء استفهام غير تظهر عليها الحركات الإعرابية ضمة وفتحة وكسرة وسوى لا تظهر عليها الحركات العرابية منع من ظهورها التعذر هذا اسم؟ هذا اسم بس هذا تظهر علي الحركات وهذا ما تظهر علي الحركات راح يجي طالب ذكي يسأل شن الفرق بين غير هنا أخذناها بالاستثناء وأخذنا غير بالنفي شن الفرق بين ناثن؟ هاي غير أخل بمكانها إلا ويستقيم الكلام فهي أداة استثناء إذا ما استقام الكلام فهي أداة تفيد النفي اثنين ناثن اسم هنا أو بالنفي هم اسم لكن إذا خلينا بمكانها إلا واستقام الكلام فهي أداة تفيد الاستثناء وإذا خلينا إلا وما استقام الكلام فهي أداة تفيد النفي من الأفعال عندنا أفعال أو حروف تفيد الاستثناء هذن هم أدوات عندنا خلاه وعداه وحاشا هذن لو نقول عليهم أفعال لو نقول عليهم أفعال أو حروف هسنجيهم طلاب إذا لم يسبق بماء المصدرية خلاه عداه حاشا إذا أجانب هذه الصورة فهذه أفعال أو حروف إذا لم تسبق بماء المصدرية فهذه أفعال أو حروف إلك وجهين إذا سبقت بماء المصدرية قلت ما خلاه ما عداه ما حاشا فهذه أفعال فقط أفعال شنو فقط أفعال لذلك راح يسئلك يقول لك أكد فعلية حاشا بس نضيف الهمار أصبحت فعل فقط بينما هنا إذا قلت خلاه عدا حاشا دون ماء المصدرية راح تصير فعل أو حرف جب فعل أو حرف جب يأتي بعدها إما اسم منصوب أو يأتي بعدها اسم مجرور النوع أو الركن الثالث من أركان الاستثناء هو المستثناء المستثناء هو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء مباشرة هو الجزء الواقع أو الجزء الأصغر طبعا هنا أخذنا الجزء الأكبر وهنا الجزء الأصغر لو تلاحظ كلمة علي أصغر أم أكبر أصغر إذن هذا يسمى مستثناء مستثناء السبب لأنه واقع بعد أداة الاستثناء وثانيا أنه يدل على الجزء الأصغر هو الجزء الأصغر الواقع بعد أداة الاستثناء ويكون اسما مرة يأتي اسما شلون علي ومرة يأتي ضميرا ومرة يأتي مصدرا مؤول من إنه واسمها وخبرها حسنا رح نجيها بإعراب أسماء الاستفهام أو عفوا استفهام شعلين نبيه أسماء إعراب الاستثناء وأنواعه نخبط إحنا بين الاستفهام والاستثناء كلها مواضيع سادس مايروح نبعي عندنا بعض الأمثلة خلن نبطرق لهم ونستخرج أركان الجملة الاستثنائية الجملة الأولى تمرنا اللاعبون إلا حارس المرمى حسنا واحد رح يسأل نستاذ هاي هاي جملة رح يجيني بالوزارة لا إحنا رح نبدأ بالبداية خطوة بخطوة شوية بالترتيب ما معقولة تجي تلعب أثقال أول ما تشيل 100 كيلو لا بالبداية 5 كيلو 10 كيلو بعدين ترتفع إذا بل كلا تروح للألمبياد زيلا تمرنا اللاعبون إلا حارس المرمى استخرج الأسلوب الوارد إنجل لهذا الأسلوب الاستثناء اللاعبون كلهم تمرنوا حارس المرمى ما تمرن يجوز عد أصابة استخرج أركان الاستثناء طبعا عندنا أركان الاستثناء مستثناء منه وهو الجزء الأكبر وعدنا أداة استثناء وعدنا المستثناء وين المستثناء منه وهو الجزء الأكبر اللاعبون هذا يسمى مستثناء منه اللاعبون تمرنوا إذن هنا حكمهم التمرن إلا أداة استثناء هاي أداة استثناء اسم لو فعل لو حرف حرف يفيد الاستثناء إلا حرف يفيد الاستثناء حارس المرمى مستثناء حارس المرمى مستثناء اللاعبون يتمرنوا واستخرجوا ما بعده إلا من حكم ما قبلها باعتباره هنا لتمرنوا والحارس شبيه ما تمرن باشي يتمرن نجح الطلاب سوى زيد أين أركان الاستثناء لحظ عدنا سوى هاي تفيد الاستثناء وهي الأداة ما قبلها وهو الجزء العام والجزء الأكبر شي سمونه هذا مستثناء منهم وما بعدها شي سمونه مستثناء زيد لم ينجح الطلاب كلهم نجحوا بس شنو زيد ما نجح ليش يجزيد ليش وبهاي الحالة نجي نقول هذا زيد لم ينجح في الامتحان الطلاب انطبق عليهم النجاح وأخرجنا زيد من النجاح زيد ما نجح وصل المسافرون ما عدا أخي لاحظ وين أداة الاستثناء؟ ما عدا هاي اسم له فعل له حرف هاي فعل السبب لأنها مسبوقة بما المصدرية راح نطرق لها بالمحاضرات الجاية ان شاء الله وين الجزء الأكبر ما قبلها يسمى مستثناء منهم المسافرون كلهم وصلوا ما عدا أخي هذا المستثناء احتمال حصل لجوه بذي جدا يلا بعد لا تجي وصل المسافرون إلا أو ما عدا أخي بها الحالة نقول هذا المستثناء منه وهاي أداة الاستثناء وهذا المستثناء وهو الجزء الأصغر قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا هنا قصة تدل على الجيش قال تعالى فشربوه منه إلا قليلا هاي أداة الاستثناء ما بعدها هذا يسمى مستثناء أين المستثناء منه؟ المستثنى الواو شربوا مجموعة الجيش أغلبهم شربوا من النهر إلا قليلا هاي المجموعة القليلة جزء من هاي المجموعة التي تدل على الكثرة هذول ما شربه هذول شنو؟ شربوا من النهر إذن هذا المستثنى منه شنو نوعه المستثنى منه هنا ضمير أو قلنا قد يأتي المستثنى منه ضميرا أو اسما ظاهرا هنا إجانا ضمير الواب تدل على المجموعة والقليل تدل على جزء قليل من هاي المجموعة نفسيتها وهي تدل على الجيش قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعه دل على أركان الاستثناء وين أركان الاستثناء؟ وين ما تلقي إلا؟ إذن هاي أداة استثناء ما بعدها ماذا يعرب؟ يعرب مستثنى يعرب مستثنى ما قبل الأداة العمر هذا يسمى مستثنى منه كل العمر قد يهون إلا ساعة العمر يدل على الزمن والساعة تدل على الزمن العمر زمن طويل والساعة زمن قليل لذلك يقول المستثنى هو الجزء الأصغر والمستثنى منه هو الجزء الأكبر بهذه إشكال وتهون الأرض إلا موضعه طبعا كلمة موضع جزء من الأرض هذا الجزء الأكبر وهذا الجزء الأصغر وهذه الأداة هذه الأداة اسم له فعل له حرف حرف يفيد ماذا؟ الاستثناء ما بعدها يسمى مستثناء وهو الجزء الأصغر موضع موضع معين كأن يكون 3 متار أو 4 متار أو بيت الأرض هو الجزء الأكبر الأرض بما رحبت آلاف الكلمة كل المصائب قد تمر على الفتاة وتهون غير شماتة الحسادي إن شاء الله ما أصير شماته استخرج المستثنى كل المصائب قد تمر على الفتاة وتهون غير شماتة الحسادي وين أداة الاستثناء؟ غير أقدر أخلب مكانها إلا باستقيم الكلام إذن هذا اسم يفيد الاستثناء هاي غير شنو يجع وراها؟ شماتة الحسادي شماتة الحسادي جزء أمنيا من المصائب إذن استخرج المستثناء منه المصائب كل المصائب هو مضعف ومضعف له كل المصائب مستثناء منه وين المستثناء؟ شماطة الحسان هيا المستثناء وين الأداة؟ طبعا لا مصيبة أعظم من مصيبة فرقة الاحباب لاحظ كل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الاحباب هينة الخطبي وين الأداة؟ ما بعد سوى يعرب مستثناء ما بعد سواه مستثنى معروف وما بعد أداة الاستثنى يسمى مستثنى فرقة الأحباب جزء من المصيبات لا موجزء خب جزء من المصيبات معروفة هاي المصيبات مجموعة بينما فرقة الأحباب مصيبة واحدة أذن هناreno يسمونه مستثنى منه وهو الجزء الأكبر وهذا المستثنى وهو الجزء الأصغر وهذه الأدات وهو اسم تظهر عليها الحركات أم لا تظهر سوى لا تظهر عليها الحركات العرابية منع من ظهورها التعذر سواء كانت الفتحة أو الضمة أو الكسرة الشاعر الأخطر يقول رأيت الناس ما حاشى قريشا فإننا نحن أفضلهم فعالة طبعا الشاعر الأخطر ينتمي إلى قبيلة تغلب هنا هجى الشاعر جرير طبعا جرير والفرصدق والأخطر اشتهروا بشعر النقاط واحد ينقض الثاني يعني شنو يتعاركون بالشتام واحد يشتم بالثاني هذولش تهرب بالعصر الأموي الأخطر يقول رأيت الناس ما حاشى قريشا يعني فقط قريش استثنيه فإننا نحن أفضلهم فعالة يعني قريش تأتي في المرتبة الأولى وبعد قبيلة تغلب تأتي في المرتبة الثانية وهي قبيلة الأخطر وبهاي الحالة شريد يريد يهجو قبيلة جرير وهي قبيلة تميم خرج قريش عجب خرج قريش لأنها قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد يقول احنا أفضل من قريش لا وإنما خلاهم تحت قبيلة قريش رأيت الناس ما حاشى قريشا هاي ما حاشى اسم له فعل له حرف هنا نفعل مادام مسبوقة بمال مصدرية إذن هاي فعل راح ناخذها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله ما بعدها يعرب مستثنى هذا يسمونه مستثنى قريش جزء من الناس لو مو جزء طبعا الناس عبارة عن قبائل متعددة قريش جزء من هذه القبائل وهي الناس إذن الناس الجزء الأكبر وهي مستثنى منهم ما هي أركان الاستثنى؟ مستثنى منه أداة استثنى ومستثنى وبهاي الحالة يكون عدنا الاستثنى مكون من ثلاثة أركان المستثنى منه وهو الجزء الأكبر ويكون غالبا واقع قبل أداة الاستثنى وأداة الاستثنى هي التي تتوسط بين المستثنى والمستثنى منهم وعدنا المستثناء وهو الجزء الواقع بعد أداة الاستثناء وبهاي الحال يكون ترتيب الاستثناء الاستثناء أدوات إما اسم أو فعل أو حرف عدنا الحرف إلا فقط وعدنا الاسم غير وسوى غير تعرب بالحركات وسوى تعرب بالحركات المقدرة والأفعال عدنا أو الحروف هي خلاعدة حاشة إذا جاءت قبلها ما المصدرية فهي أفعال فقط وإذا لم تأتي معها ماء المصدرية فهي تفيد إما أفعال أو حروف شوفكم بالمحاضرة الجاي زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة